كيف منضيف مساحة جوجل السحابية جوجل درايف على أجزة الكمبيوتر سواء بنظام Mac OS أو بنظام الويندوز لحتى تظهر مساحة تخزين السحابية بهذا الشكل بين الأقراص تابوش أول شيء منروح لموقع جوجل ومنسجد دخول بحساب الديمات الخاص فينا وبعده من الزاوية منضغط على زر المربعات ومنختار منه الدرايف بعده من خلال واجهة الدرايف بنروح على الزاوية ونضغط على زر الأدادات ومنختار Get Drive for Desktop بعده رح يحولنا لهي الصفحة ونضغط على Download Drive for Windows وبعد ما يتحمل نسبة التثبيق مثل تثبيت أي برنامج وعند الفتح لأول مرة رح يطلب منكم دخلوا الإيميل والباسورد بعده تفتح الواجهة بهذا الشكل وبعده ينضغط بشكل تلقائي كرس Google Drive مال أكروس بنفس هذا الشكل وبإمكاننا بعده بسهولة أي منف بدنا يا التخزين الصحوي على جهاز الكميوتر مننسخوا بهي الطريقة وبعده منفتح الكرس ودخلوا داخل مجلد By Drive ننسق الشي اللي بتنا نحفظه على الدرايف وهيك تطبنوا سهولة تنقل وتصفح ملفاتكم المتزامنة مع حساب الجيميل الخاص فيكم على مختلف أنواع الأجهزة عندكم